أخاري القرآن داو قلوبنا بالتلاوة تزدان بالكثير هذه نابع الكتاب تدفق تجري بنور في الحياة جديد أخاري القرآن داو قلوبنا اللهم إنا نحمدك ونشكرك على نعمك وآلائك ونصلي ونسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت أعلم به منا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فاروجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار إنك أنت التواب الغفور الغفار الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر